إعلان إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب دخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم ماذا يعني ذلك بالنسبة للسودان؟ نعم هو يعني أن السودان استعاد حق ومستحق تأخر كثيرا جدا أنه يتم رفع السودان من قائمة الدول راعي للإرهاب هذا الأمر تأخر وأفغد السودان فرص كبيرة جدا لكن نقول الآن أصبح هذا الملف شبه مطوي ليس مطويا تماما لكن شبه مطوي وجاء متأخر وبتكلفة عالية جدا وفي ظروف اقتصادية صعبة جدا لكن على الآن نقول أنه الآن السودان أصبح خارج القائمة الخاصة بالإرهاب ترجمة نانسي قنقر